اشتركوا في القناة 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 ضفت جوج معلقات ديال الكارامين يعني ربعات المعلقات كبار القوامل وصافي من بعد كما تشوفو سنحصلوا على احد الخالط متجانس ويتجمع لنا من قبط واحد المول المستطيل على هذا الشكل هذا كل من المول يكون مربع و لا هكذا ضعفت المقادر قدروا امور اللي يكون كبير ولا بغيتوها تجيب حل ما كدا عريضة بزاف يعني كتقدروا تديروا امور اللي كيكون شوية صغير صافي هنا يا غادي نحاول كنقاد هاد السطح ديل هاد الحلوة هادي من الفوق على هاد الشكل هذا صافي من بعد غادي نبسطها بملعقة باش نحصلوا على واحد هاد الطبقة لي كتكون من الفوق مقادة ومتساوية كتجينة لديدة 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 بهاد بلوز اللي محمص يعني غير جربوها غادي تعجبكم بزاف بزاف صافي من بعد غادي ندخلها التلاجة او المجمد صافي من بعد هنا يا كما كتشوفو خرج جوسي احت الشوكولات هاد البيضة والسودة كتقدروا تديروا الشوكولات هاد اللي بالحليب حتى هي وغادي كما كتشوفو غادي ندير هالطريقة هادي يعني كندير معلقة كبيرة من الشوكولات اللي اللي كتكون هكذا السودة القوية والشوكولات البيضة على هالطريقة هادي صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقة طريقة ساهلة و مبسطة وكتقدروا تكتكتكتعملوا طبقة دير الشوكولات ملفوق و كتدخلوا التلاجة حتى كتتماسك و كتعودوا عوداني كترجعوا طبقة اخرى من من الاسفل يعني كيبقى دائما تزين على حسب الرغبة ديالكم ولكن هالطريقة ساهلة مهلة و صراحة كتجي رائعة في المنظر ديالها صافي من بعد كما كتشوفو من اللي كنكمل كنقبط واحد العود ديال الاسنان و كنعمل خطوط على هالطريقة هادي مزيان كما كتشوفو كنخالف فيهم مزيان كنحاول هكدا كنخرج كنعمل خطوط جيدا باش كنحصل صراحة على واحد ديزاين كيجينا من الفوق اللي كيجينا رائع في المنظر دياله أو تقدروا مثلا كتديروا الشوكولات البيضاء و كتعملوا خطوط بالشوكولات اللي هاد المارو من الفوق خطوط رقيقة و كتخالفوهم اما احتها الطريقة اللي صراحة اه ساهلة ماه لو كتجيتها هي في المنظر ديالها زوينا بزاف و صافي من بعد ما دخلت التلاجة و تماسكت لي يمزيان كيما كيبال لكم اه غادي ندا نقطعها غادي نزول هاد الجوانب باش كتجيني مقادة في تقطيعها كتجي ساهلة من اللي كتخرجوا البنات عفوا يعني ضروري كتخليها واحد تخليوا واحد خمسة دقايق باش من اللي كتجيو هكدا كتقطعوها ما كتكسرش لكم هادك الشوكولات من الفوق يعني كتجيكم ساهلة كما كتشوفو اه كتقدروا كتكتقطعوها على الشكل احتها بحال ما كده مرباعات يعني هذا الشكل اللي بغيتو اشتركوا في القناة صافي من البعض بحال ما كده كنعمل واحدة الخطوط اللي كتكون رقيقها من الفوق باش كن قاد تقطيعها باش من اللي كنبغينا نقطع كتجيني هكدا ساهلة على هالطريقة هادي كتقدروا انتو ما كتكبطوشي بحال ما كده واحد الكارطة وكتعبرو بيها وكتعبرو باش كيجيكم متساوية اللي مبتدئات يعني انا كندير هالطريقة هادي الصراحة كتجيني مقادة ومتساوية صافي كنتراسيها بي هات الشكل هادا وكنقطعها وكرجع لهكدا كما كتشوفو بالعكس وكنقطع لها هات الشكل هادا كتقدروا كتقطعوا واحدة هادا مرباعات كجيتي هي زوينة في المنظر ديالها كجينة لديدة لديدة بزاف وان شاء الله غادي تجربوها وكجي مقادة كما كتشوفو يعني ما كتتهرس متى حاجة كتبقى متماسكة وكما كتشوفو هادا وشك النهائي عملتا في هادا القواليب او هادا الورق دي الحلوى دي الحلويات صافي وكتعملوها في تلاجة وكتقدموها بالطارقة هادا ركاجي رائعة رائعة والديدة بزاف غير ان شاء الله جربوها وغادي تردو علي وغادي تعجبكم وتعجب العائلة ديالكم ولداتكم والاهم من ذلك ركاجينة لديدة وساهلة مهلة في تحضير ديالها ما كتتغرقش لنا الوقت كتير كتقدروا كتضعفو الكمية لو بغيتو كمية كتيرة كتضعفو دائما المقادر كنت من البنات خليولي يعجبكم الفيديو ديالي وما خليولي عدد كبير من اللايكات وبرتاجي والوصفة ديالي مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائدة على الجميع ودائما فعلو الجرس اس في الفيديو باش توصلوا بالجديد الوصفة ديالي وبسلام عليكم خليتكم في امان الله وخليتلكم من هنا وراح تلبان وعواشركم مبروكة دخل عليكم بالصحة وبالسلامة وبالسلامة الى فيديو قادم ان شاء الله